معاكم بأول رسالة موجودة معنا بتقول أنا متزوجة من خمس سنين ماما عايشة معايا أنا وجوزي بعد ما بابا اتوفى خدتها تقعد معنا وجوزي الحقيقة ما مانعش مشكلتي أن بعد شوية حياتي اتقلبت خالص بسبب أن ماما لازم تعرف كل حاجة بطبيعة الحال لأنها عايشة معنا واللي زاد أنها بتحكي أمور حياتي لخلاتي والبنات خلاتي وحياتي بقت مشاع لما جوزي بيقابل حد فيهم ويتفاجئ بيهم عارفين أمور عن حياتنا الشخصية بيعمل معايا مشاكل وده خلا بدأ يتدايق منها ده غير أنها بدأت تتعامل أن إحنا اللي عايشين في بيتها وبتتحكم في كل حاجة حتى مدرسة ابني متدخلة في اختياراتنا ومصرة على مدرسة فيها ولاد بنت خلتي وكتير بيبقى التدخل بعصبية ونرفزة وأنا أفضل أقول لازم أستحمل حتى شغلي مش عارفة أشتغل من كتر المسئوليات عليها وأصلا هي مش عاوزاني أنزل أشتغل وعاوزاني أفضل أعدى معيها أنا مش عارفة أعمل إيه وهل لازم أستحمل وما ينفعش أتكلم ولا أعترض ولا هيبقى عقوق لها أرجوكم ساعدوا ده سؤال ضمن أسئلة تانية كتير هنجاوبها إن شاء الله مع فضلت الشيخ عويدة عصمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضرتكم وهسلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتكم وعليكم السلام أهلا وسهلا يعني مشكلة بتحصل في بيوت كتير جدا إن الحمى لما بتعد مع بنتها أو مع ابنها بيبقى فيه تدخل في حياتهم والأكتر من كده إنها توصل للمرحلة زي إن كأنهم اللي عايشين عندها مش هي اللي عايشة معهم نعم بسم الله والصلاة والسلام وعلى سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه جميل أو إن الإنسان يطبق المبدأ ده في كل حياته وأنا قاعد عند ناس ما اسألش عن الحاجة اللي هي ما تخصنيش أخليني في الأمور اللي تخصني أنا بس ما حاولش أتدخل فيه خصوصيات اللي قدامي حتى لو كان ابني إلا أن أكون ناصحا وهو طلب مني النصيحة أما إن أنا أتطفل وإن أنا أفرض نفسي وإن أنا أتدخل فيه الحياة هذا مبدأ خطأ ويسبب مشاكل كثيرة جدا منها المشكلة دي أولا جزهة جزاه الله خيرا إنه إبل إنها تعيش معا طبعا وهي ربنا يكرمها إنها بتكرم أمها ولكن الأم دي لابد أن تنبه ننسبهاش بعز الطريقة تنبه وإلا في الآخر البنت هتنفجر ومش دائرة هتحمل في الآخر وهتقول لها يعني إما البنت تقول لها يلا روح هناك أو هتحصل مشكلة أكبر فمين الآن الأم تنبه لو سمحت تقول لها أو حد يقول لها ما تنقلش أي كلام بره تخليها في حالها ما تدخلش بينك وبنجوزك اختيارات حياتكم ما ينفعش حد يتدخل فيها دايما إحنا بنحاول نفرض أراءنا على أولادنا اللي هم تزوجوا وبدأوا شؤوا طريقهم ده أكبر خطأ لابد أن احنا نتركهم يشؤوا طريقهم ويغضوا كراراتهم في حياتهم إلا أن أكون ناصحا أو طلبة من النصيح بيبقى فيه بعض الأمهات والأبعاد بيتخيلوا أنه الولد أو البنت هم مملكية خاصة لهم مش صح بكل أمورهم وفي الآخر بيزهقوا الولاد بتزهق وفي الآخر يعني وجود الأب والأمه بيبقى عبق ويبقى سبب من أسباب المشاكل زي ما حصل فلذلك لا نبيه والدتك وما تسكتيش نبيهها بأسلوب جميل وأسلوب لطيف برضو ما بنقولش تجرحيها ولكن لابد أن تعرف أن هي خطأ نعم ترجمة نانسي قنقر